التطور هو سنة الكون لكن أغلب الناس بتربط التطور بوسائل التواصل وسائل التصوير اللي احنا عايشين فيها حالية لكن النهاردة هنتكلم عن التطور اللي موجود في المسكن وقد إيه قدرنا في وقتنا الحالي نوصل لمراحل متقدمة جدا من وسائل البناء الحديثة النهاردة بنتكلم في السمارت هومز طريقة التحكم في المنازل بتاعتنا عن بعد نقدر نعرف الشقة بتاعت اللي موجودة في الولايات المتحدة مين عايش فيها ووضعها عامل ازاي بداية من الخيم اللي الناس كانت بتعيش فيها زمان مرورا بالحجر الجيري وصولا إلى المباني الخرصانية وحتى المباني المعدنية الحديدية النهاردة هنتكلم بشكل تفصيلي عن الفرق ما بين المباني الخرصانية والمباني المعدنية الحديدية وإيه الفرق بينهم وعيوب ومميزات كل نوع منهم في البداية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس إن شاء الله هتلاقوا عندنا معلومات هتفيدكم بشكل كبير أنا أحمد البقري أهلا بكم في البداية خلينا نتكلم على المباني الخرصانية لأنها الأكثر شيوعا وأكثر تقليديا في مجتمعاتنا اللي احنا عايشين فيها المباني الخرصانية بتعتمد بشكل أساسي على عنصر الخرصانة وده بيتكون من الخرصانة والحديد المسلح مرورا بعد كده بالمباني والتأسيسات والمراحل اللي موجودة في الإنشاءات عموما لكن يا ترى ليه الناس دايما بتفضل المباني الخرصانية الخرصانة هو مادة أو عنصر إنشائي بيدي قوة ومتانة وثبات للمنشأ بشكل كبير لذلك بنلاقي المباني الخرصانية كوزن وزنها أكبر بشكل كبير من المباني الحديدية وده بيديها ثبات بشكل أكبر في حالة حدوث لقدر الله هزة أرضية أو أي نوع من أنواع الكوارث بالإضافة إلى أن المادة الخرصانية أو عنصر الخرصانة هو عنصر غير موصل للحرارة بشكل كبير فبالتالي هو بيقدر يقوم أي نوع من أنواع الحرير بنسبة كبيرة جدا الحاجة الثانية إلى أن احنا بدأنا نقدر نستخدم الخرصانة في ارتفاعات عالية بقى في منها أنواع في الخرصانة الجهزة وفي الخرصانة الغير جهزة وأنواع كتيرة مختلفة منها ومن طرق البناء باستخدام الخرصانة لكن من العيوب اللي موجودة في الخرصانة أن هي بتاخد وقت كبير جدا في الإنشاءات يعني لو أنا بعمل مبنى عشر أدوار وهيكون نوعه من المباني الخرصانية هيكون الفترة الزمنية اللي أنا محتاج أنفز فيها المنشأ ده أكتر بكتير جدا من لو أنا استخدمت المعادن أو الحديد لكن بشكل كبير هو نوع مفضل عند أغلب الناس خصوصا في المجتمعات اللي هي ما عندهاش حاجة إلى سرعة في إنجاز المنشأ بشكل كبير لكن لو هنيجي للمباني المعدنية فهنلاقي برضو فيها مميزات كتيرة جدا وبرضو ما بتخلاش من العيوب لو كلمنا عن المميزات اللي موجودة في المباني المعدنية فهنقول عن سرعة إنجاز المبنى أو سرعة إنجاز المنشأ بشكل كبير جدا رقم اتنين خفة وزن المنشأ بشكل كبير لأن هو بيعتمد بشكل أساسي بس على الستيل أو الحديد اللي موجود فيه لكن هنلاقي برضو بعض العيوب اللي موجودة فيه وإن هو درجة العزل فيه مش بنفس الكفاءة اللي موجودة في المبنى أو المنشأ الخرصاني لأنه هو معدن فبالتالي هو بيعمل على توصيل الحرارة وبيعمل أيضا على توصيل الصوت حتى لو بشكل ضعيف فبنتطر إن احنا نستخدم أدوات تساعد على العزل فبالتالي التكلفة بتزيد عن المنشأ الخرصاني اللي أنا مش هستخدم فيه نفس الدرجات أو نفس المواد اللي بتستخدم في العزل في الأول وفي الآخر هو كل نوع منهم نوع ليه عيوبه وليه مميزاته نقطة بسيطة حابب أضفها في المباني المعدنية أو الحديدية إن أنا بلاقيها أكتر منتشرة بشكل كبير في المولات أو المحطات الخطار أو الأماكن اللي هي فيها من نسبة أو مساحة كبيرة جدا من الإنشاءات ومحتاجة لسرعة في التنفيذ فبضطر إن أنا أعمله من المباني المعدنية مش هيفرق معايا بشكل كبير موضوع العزل سواء حرارة أو صوت قد ما هيفرق معايا المدة الزمنية اللي أنا أقدر أنفس فيها المشروع بتاعي زي ما قلت الحضر لكم كل نوع فيهم ليه عيوبه وليه مميزاته وفي الأول وفي الآخر الموضوع متوقف على حسب طبيعة المنشأة اللي أنت هتستخدمه فين والشروط المكان اللي أنت عايش فيه بيشترطه للبناء بعد لما سمعت عن المباني المعدنية والمباني الخرصانية لو عندك حطة أرض وعايز تبني فيلا هتعملها خرصانة ولا هتعملها حديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر